موسيقى الرئيس السيسي وجهه بتعزيز جهود تطوير قطاع فيران المدني في إطار حسن إدارة مواد وإمكانات الدولة الجيش الأوكراني يمكن سيطرة روسيا على بلدة سوليدار شرقا والجيش الروسي يؤكد أن معركة مستوى موسيقى وفي أخبار الاقتصاد نتابع مؤشرات البورسة ترتفع على نحو جماعي خلال تعاملات اليوم والرئيسي يقفز بنحو 2% موسيقى أهلا بحضراتكم ومرحبا مشاهدي الكرام الثانية ظهرا في القاهرة نشرة الأخبار وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز جهود تطوير قطاع فيران المدني وذلك في الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الأقصى الاقتصادي من عوائدها بما في ذلك موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي والفريد كذلك امتلاكها سلسلة مطارات دولية على امتداد رقعة الدولة ما يوفر فرصا ضخمة في مجال الحركة الجوية والطيران المدني وكذلك السياحة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ولواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والفريق محمد عباس حلمي وزير طيران المدني وذلك لمتابعة الخطط المستقبلية لقطاع الطيران المدني هذا وقد عقد وزير الطيران المدني خطط الأنشطة المستقبلية للوزارة والموقف تنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بما في ذلك تطوير وتحديث أسطول الطيرات وحوكمات إدارة الشركات التابعة للقطاع وإعداد الكوادر البشرية من الطيرين والأتقم الجوية على أعلى مستوى موضحا أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني تتمثل في رفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر وصولا إلى زيادة القدرات التنافسية أعقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع المستشار عمر مروان وزير العدل لاستعرض مجموعة من الضوابط الخاصة بحوكمة منح صفة الضبطية القضائية المطبقة على قطاعات الاستثمار والأعمال وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف الاجتماع هو منقشة عدد من الضوابط القضائية للموظفين العموميين لمنع حدوث أي تجاوزات أو تعنط من قبل القائمين على تطبيقها بقطاع الاستثمار والأعمال وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتيسير مناخ الاستثمار شدد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على أهمية تنسيق وتكامل الجهود والخطط بين كافة الأطراف لتقوية أداء سوق الأوراق المالية كما أكد على العمل على استكمال برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع دكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ورمي الدكان رئيس مجلس إدارة البورسة المصرية وذلك لمتابعة آخر التطورات الأنشطة المالية غير المصرفية كما بحث لاجتماع مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية وجهود الهيئة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنفسية مختلف الخدمات المالية غير المصرفية الأخرى من جنيبه أكد رئيس هيئة الرقابة المالية على ميكانة تقديم مختلف الخدمات المالية غير المصرفية لتعزيز مستويات الشمول والدمج المالية كما أشار رئيس البرصة إلى أن هناك تطويرا وإضافة لمنتجات جديدة لتتنوع الاختيارات الاستثمارية أمام جموع المستثمرين ومنها المشتقات المالية أصيب شاب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مابلس وأوضحت السلوطات الفلسطينية أن الشاب أصيب برصاص الحي في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيمة بلاطة اندلعت شبكة معنيفة ما بين الشابين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اطلقت بدورها قنابل الصوت والغاز والأعير النارية كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية لمنطقة بئر يعقوب شرقية مخيمة بلاطة ودهما تأدى منازل في المخيم نفى الجيش الاوكراني وأن تكون القوات الروسية قد سيطرت بشكل كامل على بلدة سوليدار شرقية اوكرانيا من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن معركة سوليدار مستمرة وأن قواتها الجوية قصفت مواقع للقوات الاوكرانية وأشرت لأن قواتها المحمولة جوا تحيط بالمدينة من الأجزاء الشمالية والجنوبية وفي حال سيطرت روسيا على سوليدار سيمنح ذلك الأفضلية للقوات الروسية في ظل قتالها للاستلاء على مدينة بخموت على بعد عدة كيلومترات إلى الجنوب الغربي أعلن الكلم أنه يفضل تحقيق أهدافي في أوكرانيا عبر عملية سياسية وعشر إلى أن الرئيس الروسي منفتح لإجراء محادثات بشعر أوكرانيا كما أعلن أنهما كتوى تطورات ميدانية إيجابية فيما يتعلق بالوضع في مدينة سوليدار شرقية أوكرانيا عقد اجتماع في تركيا بين مفوضي حقوق الإنسان بأوكرانيا وروسيا وهو اجتماع نادر على هذا المستوى بين مسؤولين من البلدين منذ عدة أشهر وقال المفوض الأوكراني إنه تم بحث مجموعة واسعة من الملفات الإنسانية والحالات المتعلقة بتقديم مساعدة في مجال حقوق الإنسان لمواطني البلدين تعهد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسيناتو بتعزيز دعمهما لأوكرانيا وذلك لتعزيز دفاعاتها في وجه روسيا كذلك عقب توقيع الجانبين إعلانا مشتركا لتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات والمتزايدة قالت رئيسة المفاوضة الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيوصل ضغوطه على روسيا لإنهاء عملياتها العسكرية على أوكرانيا من جانبه كشف الأمين العام لحلف الناتو عن اجتماع وشيك مع الجانب الأوكراني للتبحث في أنواع الأسلحة المطلوبة وذلك بالتحديد وضمان عملها على الوجه الأمثل مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فشل في محاولته لتقسيم التحالف الغربي المؤيد لأوكرانيا وذلك على حد قوله أعلنت جميع النقابات العملية في فرنسا تعبئة عامة في التاسع عشر من يناير الجاري احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد وقد اقترحت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد القانوني إلى 64 عاما بحلول 2030 بدلا عن 62 حاليا وأعربت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن عن استعدادها لمواصلة تطوير الإصلاح بفضل مناقشة برلمانية نزيهة وبناءة وشهدت فرنسا منذ نحو 30 عاما سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد للاستجابة لتقدم السكان في السن والتدهور المالي في خزينتها أعلن متحدث باسم الشرطة الفرنسية أن رجلا مسلحا بسكين أصاب ستة أشخاص في محطة جاردونير للقطارات في باريس صباح اليوم ذكرت الشرطة أنها أطلقت النار عدة مرات على المهاجب وأنه مقل للمستشفى بعدما أصابته جروحا بالغة ولم تتضح على الفور دوافع الهجوم يذكر أن محطة جاردونير من أكثر محطات القطارات ازدحاما في أوروبا وتعد نقطة رئيسية للربط بين باريس ولندن وشمال أوروبا حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا من التهاون في إجراءة مكافحة فيروس كورونا مع ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس إلى ذلك ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة في اليابان لأكثر من عشرة ألاف شخص وذكرت هيئة الإذاع اليابانية اليوم أن إجمالية عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس منذ أن بدأ في يناير عام 2020 قد بلغ 60411 شخصا حتى أمس وهو ما يعني أن ما يقرب من سدس هذه الوفيات تم تسجيله في الفترة من الأول من ديسمبر إلى العاشر من يناير الجاري وأشارت وزارة الصحة اليابانية إلى أن عدد الوفيات الذي سجل حتى الآن في شهر يناير جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3145 شخصا وهو ما يفوق بوضوح المعدل الذي تم تسجيله في الأشهر القلائل الماضية لافتا لأنه من بين 528 شخصا من عدد الوفيات الذي سجل في الفترة من 7 ديسمبر وحتى 3 يناير الجاري والذين تم تحديد أعمارهم وجنسهم كان 17% في عمر السبعينيات و41% في عمر الثمانينيات و33.9% كانوا في التسعينات أعقدت السفيرة سوها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج اجتماعا مع رئيس قطاع الاستثمار بأحد البنوك الوطنية كما نقش الاجتماع محورا لاستثمار أحد التوصيات التي خرج بها المؤتمر الثالث لكيانات المصرية بالخارج أكدت توزيرة الهجرة حرص المصريين بالخارج على التعامل مع البنوك الوطنية لما تتمتع به من مصداقية كبيرة أكد الاجتماع أيضا الحرص على توفير آليات استثمارية متعددة العملة لمصريين بالخارج وذلك إيمانا بالدور الفعال الذي تقوم به البنوك الوطنية لتوفير العملة الأجنبية بحث وزير الصحة وسكان دكتور خالد عبدالغفار مع مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر التعاون في القطاع الصحي تم خلال الاجتماع مناقشة المشروع القومي لتنمية الأسرة والذي جاء على رأس أولويات مشروعات التعاون وقد تم استعراض الحلول الفعالة لتنمية الأسرة ضمن رؤية مصر 2030 وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من جانبها رحبت لزلي ريد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر بمواصلة دعم القطاع الصحي المصري والعمل المشترك على المشروعات الصحية المهمة التي تتبنها مصر أكد وزير الصحة وسكان دكتور خالد عبدالغفار ضرورة تفعيل محور السياحة العلاجية والتكامل بين الدول العربية في مجال الرعاية الصحية وذلك لجعل الدول العربية محطة محورية لخدمة المواطنين وتلقي العلاج بها جاء ذلك خلال كلماته أمام المؤتمر السنوي لاتحاد المستشفى العربية نتابع في إطار العمل على إتاحة بيئة صحية آمنة ومجودة للمواطن العربي نظم اتحاد المستشفى العربية مؤتمره السنوي الذي استعراض علد من المحاور المهمة لجذب المواطن العربي للعلاج بتلك المستشفيات إضافة إلى استعراض التحديات والمشكلات التي قد تواجه إتاحة الخدمة العلاجية المجودة بتلك المستشفيات الرقمانة مستحول الرقم في القطاع الصحي حوكمة الإجراءات الصحية السسمار في القطاع الصحي التحدي الخاص بالمقدم لخدمات الصحية ونقص عددهم وقل التدريبهم على مستوى العالم كله وليس فقط في الدول العربية كل دي تحديات حتى الموضوع التصنيع للأدوية وتصنيع المستهلمات والاستاذجات الطبية والأجهزة اللي هي دول عربية أكبر مستورد على مستوى العالم في كثير من الأجهزة ازاي نقدر نتكمل فيما بيننا حتى نستطيع ان نعظم الاستفادة بمقدراتنا مقدرات دول العربية قوية جدا سواء المقدرات المالية وهي ليست بقليل ومقدرات البشرية وهي ايضا ليست بقليل والمقدرات الفكرية ايضا فدايما كان التحدي حتى مع جمع الدول العربية نحن نجمع النجاحات ونضع بيها محصلة يستفد بيها في النهاية والمواطن العربي كلمنا ايضا على السياحة الصحية اللي مصر بتشتغل فيها بشكل كبير وكل دول العربية حاليا عندها برضو رجحات في هذا الملف اليوم احنا هتكلم عن دولات الاعتماد والمقدرات العربية سواء من المملكة العربية السعودية او من مصر او من الاردن او من دولة المرات العربية والتحدى ودولة قطر في تناول تجويد وتحسين مستوى الخدمات الصحية وتأمين سلامته ومؤمنته بالاضافة كذلك الى كيفية تنمية القدرات القادة الصحة قادة المسؤولين ومدراء في المستشفيات والمراكز الصحية بما يتوافق مع التوجهات الحديثة في النظم الصحية كما تم خلال مؤتمر المستشفيات العربية الاعلان عن مبادرات صديقة للصحة بدول العربية واستعرض التقارب الرعاية الصحية الناجحة بمستشفيات الدول العربية والتي تعمل على تحت خدمة علاجية مجودة للمواطنين اليوم تحدثت عن عدة استراتيجيات ومن ضمنها استراتيجية استراتيجية صديقة للصحة هناك دور كبير جدا على المؤسسات الاخرى مثلا التعليم كيف يمكن ان ندخل المسار الصحي الى ملف التعليم كيف يمكن ان ندخل المسار الصحي الى ملف الاقتصادي مثلا بالمصاني بالمعامل الى اخرى فحتى العبئ الكبير على وزار الصحي تم تخفيف منه وكيفية التكامل ما بين الانظمة الصحية العربية لتنمية هذا القطاع الهم جدا والصناعة الهم جدا للسياحة العلاجية المستشفيات اللي تم تطورها على اعلى مستوى في محافظات التأمين الصحي الشامل ومن حسن الطالع ان محافظات التأمين الصحي الشامل هي محافظات سياحية المحور اللي احنا نشتغل عليها هم محورين رئيسيين المحور الاول هو جهازية هذه المستشفيات ان هي تستقبل المقيمين الاجانب في مصر السائحين القادمين لمصر بغرض السياحة وانها ايضا تكون مقصد للوافدين لمصر اصلا بغرض العلاج مش بغرض السياحة مبادرات ومحاور مهمة عدة استعرضها مسؤول المستشفيات العربية لتوفير بيئة صحية امنة للمواطن العربي اينما كان محمد هلمي التلفزيون المصري تواصل وزارة تميل بتعاون مع الغرف التجارية والمحافظات انشاء معارض اهلا رمضان ففي محافظات سعيد تم انشاء عدد كبير من هذه المعارض لتوفير السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة في كل مركز ومدينة وقرية ونجع انتشرت معارض اهلا رمضان روادوها وجدوا فيها توق نجاة من جشع البعض بنشارك اللي احنا نوفر السلع للمواطنين باسعار مخفضة احنا هنا برضو يعني اهم حاجة انا في الشادر بنتاجر مع الله بناخد الشهرين 3 دولار بنتاجر مع الله التجار دا كلهم بنتاجر مع الله الحاجة يعني اهم حاجة الزبون توصلوا اللي هي السلع مخفضة لا تمام بالسلع النبي ورب نحتاج فيكم ان شاء الله والاسعار حسن من بره بكتير يعني الحمد لله من كل حاجة موجودة هنا الحمد لله واللي عايز ياخد اي حاجة بياخده عاد الاسعار كويسة الاسعار كلهم موجودة هنا يستطيع المواطن شراء كل شيء من ارزة وزيت وسكر ومقارونة وغيرها من السلع الاخرى بتخفيضات انتصلة الى الثلاثينة في المئة شكرا الرئيس عم بادرة الحلوة الاسعار كويسة الدقيق اجل من بره واللحمة معجولة هو المعرض كويسه عشرة العشرة واسعاره من نسبة لنحن الاسعار ممتازة والمعرض ممتاز بس اهم حاجة تبقى فيه استمرارية فالمعارض التي بات تواجدها يملأ السمع والابصار سوف يتعدى عددها المائتي معرض بكل المحافظات اضافة الى المجمعات الاستيلاكية ومنافس جمعياته نصيبة كنا منها تسعة معارض توسعنا السنة دي في المعارض بمراكز المحافظة بما يعادل حوالي عشر معارض منتشر على مركز المحافظة بناتا من مدينة انا مركز اوس ابو تشت نجاح حمادي فرشوت الوقف نجادة افت كل الاماكن دي تم انشاء فيها معارض وشوهاد اللي بيع السلع الاساسية للمواطنين ونسبة التخفضات بتتراوح في السلع من 30-35% الامر هنا بالمينيا لا يختلف عن غيره بالمحافظات التي انشئت بها تلك المعارض بداية من اسوان وصولنا الى المينيا فعدد المعارض بها سوف يصل ايضا الى تسعة معارض انا عندي تسعة مركز موزن داخل محافظة المينيا رئاسية يبقى عندي تسعة معارض رئاسية داخل مدينة مينيا ويقص ملوت وبرقاص وملوي ودرمايس والعدوى وبين المزار في تسعة وحدات محلية فيه بالاضافة للمجالس القروية عند المجالس القروية فيها تمن مجالس قروية التمن مجالس قروية ان شاء الله هيبقى فيهم معارض نعم خير فنفس السلع بها كغيرها بالمعارض الاخرى ونسب التخفضات ايضا تصل الى 30% احنا جاي مين بفرش معارض اهل رمضان في ملوي باسعار مخفضة تمام رز 17.5 نص نسبة الكاسر 3% ورز 7% 15.5 بتعلمات الدكتور محمود تمام واحنا اهم حاجة عندنا ارضاء المواطن تاجي بالشبك في معارض اهل رمضان على طول اهم حاجة عندنا ان المواطن يكونوا طالع مبسوط ومرضي بالاسعار التخفضات عندنا من 25% لغاية 32% بنشارك في معارض اهل رمضان بنسبة كاسر من 3% ل 4% والتخفضات بتصل من 20% ل 30% بشارك كل سنة في معارض اهل رمضان وعندي سكر بتخفيض 30% النظر الى تلك المعارض لا يرى فيها الا توافد المواطنين للشراء والنظر اليها ايضا لا يرى فيها الا التخفضات والتي تصل في البعض منها الى 30% رمضان الشحات التلفزيون المصرية قال المهندس محمد الدسوقي المشرف العام على مشروع تطويل منطقة تصفور مجرى العيون انه سيتم تحويل المنطقة الى مظاهر سياحين وترفيهين عالميين من خلال انشاء العديد من المسارح والسينميات والفنضق اضافة الى 79 امارة على التراز الاسلامي نتابع مبان تعبر عن الهوية التاريخية للمنطقة والتي يقع بالقرب منها اهم معالمها هو صور مجرى العيون لتشعر وكانك في حقبة زمنية تعود للعصر المملكي هنا في مشروع تطوير منطقة صور مجرى العيون تأخذ المباني الجديدة شكلا تدريجيا في ارتفاعات المباني ليبقى مشهد صور مجرى العيون هو الهوية البصرية التي تميز المنطقة التي تقام على مساحة 95 فدانا وينقسم المشروع لشقين الاول سكني والثاني تراثي ترفيهي فندقي 79 امارة بمتعددة مختلفة الارتفاعات بتبدأ من ارضه 3 وارضه 4 وارضه 5 وارضه 6 كل ما بنقرب لصور مجرى العيون كل ما بيقل الارتفاع عشان نحافظ على الهبة والأثر بتاع صور مجرى العيون زي ما حبيبك شايف ان العمارات هنا معمولة على اتراز التاريخي الاسلامي عشان نرجع القاهرة التاريخية لراونقها تاني عندنا هنا المسطح العمارة معمولة على مسطح 600 متر مسطح كل واحدة على 4 وحدات مسطح الواحدة في حدود بتطراوح من 125 ولغاية 180 متر مسطح اما الجانب الثقافي والترفيهي فقد تم انشاء مول تجاري على مساحة 51 الف متر مربع ويضم العديد من المحال والبازارات التجارية التي تأخذ اغلبها الطراز المملكية بالاضافة الى عدد 6 دور للسينما ومسرح مكشوف واخر مغلق المول ينقسم الى دور بادروم البادروم بيسعى 1355 سيارة الدور الاول بينقسم لمحالات تجارية ومحالات براند بقى والتراص اللي حق يعني هيبقى موجود فيه الحرف اليدوية والتراص بتاعنا المصر الاصيل تبدأ بقى الدور التاني سينما ومسرح مغطى الدور الاخير عبارة عن فندق متكامل فيه بقى الفيو بتاعنا صور مجرى العيون ولخدمة زائر المنطقة من السائحين تم انشاء عدة مطاعم وفندق داخل المول التجارية بالاضافة الى انشاء جاراج للسيارات بسعة اكثر من 1300 سيارة قبل نحو عامين كانت منطقة صور مجرى العيون منطقة عشوائية بامتياز لتمتد اياد التطوير اليها لتصبح مدينة تحاكي تاريخا وموروسا ثقافيا قديما من منطقة صور مجرى العيون اشرف مبارك التلفزيون المصري توصل سفينة الاملاقة لوجوز هوب اكبر مكتب عائمة في العالم استقبال زائرها بميناء بورسعيد السياحية هذا ومن المقرر ان تستمر زيارة السفينة حتى 23 من نيناير الجاري قبل ان تغادر الى ميناء العقبة في زيارة هي الثانية من نوعها بعد توقف دام لنحو 12 عام استقبال ميناء بورسعيد السياحية المكتبة العائمة لوجوز هوب القادمة من ميناء بيروت والمقام على متنها اكبر معرض عائم للكتاب انا سعيد بوجودي بمدينة بورسعيد خلال اربعة ايام استقبالنا الفي زائر وهو عدد كبير وسعداء باستقبالهم الهدف من وجودي على السفينة هو نشر الامل والحب وتبادل الثقافات كمجتمعين واحد نحن متابعين الرحلة او متابعين المركب بنشوفها للنت باستمرار وكنا يعني اكيد كنا سعداء ان هي جت بتيجي بورسعيد للمرة التانية يعني بعد اكثر من ثمان سنين وفي ناس كتير كانت مستنية مستنية زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويسا قامت باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة مع الجهات المعنية كافة ورفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء والاماكن المحيطة بها لتأمين السفينة وتسهيل الحركة ما يعكس قدرة المنطقة الاقتصادية على استيعاب السفن السياحية بجميع انواعها وتأمينها وتقديم الخدمات المطلوبة لها ما يساعد على جذب المزيد من السفن السياحية للموانئ المصرية انا وصحابي اعزين بقالنا يومين كده بنتكلم عن الرحلة العالمية للمكتبة العيمة وان هي في بورسعيد اليومين دول وان احنا محتاجين نلاقي وقت افضل وقت ممكن وقررنا مبارح ان احنا هنتحرك الساعة ونصف الفجر وانحنا مطبقين وجايين علشان نزول المكتبة او يعني عندنا كلنا فضول نعرف المحتويات اللي موجودة جوه هي بصراحة جميلة قوي وحاجة مختلفة احنا جيناها وانحنا صغيرين خالص فكنا لسه فاكرنا فقالنا نجي تاني واحنا كبار بقى علشان يعني نبحث فيها اكتر يصل طول السفينة لاغوس هابا اكثر من 130 مترا ويصل الفريق بها نحو 400 متطوع من 60 جنسية مختلفة وتستمر في ميناء بورسعيد السياحية حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري قبل ان تغادر مصر وتستأنف رحلتها لميناء العقبة بالاردن تحت شعار تبادل المعرف وتقديم المساعدة والامل ترسو اكبر مكتب عائمة في العالم في ميناء بورسعيد السياحية وتستمر على مداري عشرين يوما تستقبل خلالها الالافة من الزائرين يوميا كل ذلك بتنظيم من المنطقة الاقتصادية لقناة السويسة والتي اتخذت كافة الاجراءات اللازمة والتنصيق مع كافة الجهات المانية لتوفير كافة السبل لهذا الحدث الثقافي المهم امل صبري التلفزيون المصري افتتعت وزيرة الثقافة دكتورة نيفيني كيلاني قصر ثقافة رود الفرق بعد الانتهاء من اعمال تطويره ورفع كفاءته حيث يخدم قصر الثقافة سكان الحي اضافة الى سكان حي شبراء مصر والمنطقة الشمالية بالقاهرة افتتعت الدكتورة نيفيني كيلاني وزيرة الثقافة يرافقها عدد من قيادات الوزارة والشخصيات العامة والفنانين قصر ثقافة رود الفرق بعد الانتهاء من اعمال تطويره اثور الثقافة لها دور قومي ووطني مهم جدا في تسقيف الشباب وتوجيههم نحو تزوق الفني رفع زائقة الفنية من خلال العروض الفنية المنتقلة بيشوفوها والانشطة اللي تحت اشراف متخصصين وبيجوا يستكملوا في اثور الثقافة بعد المدارس لان الفنون دلوقتي دخلت في المدارس قصر ثقافة رود الفرق الذي تم انشاءه عام 1997 تبلغ مساحة عشرة الاف متر مربع ويتضمن مرسما للفنون التشكيلية وقاعة معارض وقاعة متعددة الانشطة ومكتبة عامة ومكتبة للطفل ومسرح يتسع لثلاثمائة وثلاثين مقعدا اضافة الى قاعة السينما كل المدارس هتعمل الطلبة سواء في الابتدائي او في الاعدادي او السنوي هيعملوا انشطتهم هنا ويمرسوا هوياتهم سواء في الرسمة او الموسيقى او الفون الشعبية او المسرح في اثر الثقافة وفيه برامج موجودة لتعزيز القيم الايجابية في المجتمع ولو رفع قيم الولاء والانتماء لدى الوطن يعني فيه برنامج معد سلفا انه يتم تنفيذه لابنائنا في المراحل التعليمية المختلفة الطفل ممكن يلاقي متنفس لممارسة انشطه الكبير ممكن يلاقي متنفس ان هو يمارس ابداعه في كل مجالات الابداع المختلفة فطبعا ده شيء يعتبر حضاري وشيء مهم جدا 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 ويقع قصر ثقافة رود الفرج بحي رود الفرج لخدمة سكان الحي بالاضافة الى سكان حي شبرى مصر والمنطقة الشمالية رفعوا كفاءة وتطوير قصور الثقافة في مختلف محافظات الجمهورية يأتي ضمن خطة وزارة الثقافة لدعم النشء والشباب في المجالات الثقافية والفنية كافة من اجل الحفاظ على الهوية المصرية من داخل قصر ثقافة رود الفرج علي فتحي النيل اخبار المال والاعمال نجدد التحية ارتفعت مؤشرات البرصة المصرية على نحو جماعي خلال تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من جانب المؤسسات العربية والاجنبية والافراد المحليين وزاد المؤشر الرئيسي اي جي اك ثيرتي بنسبة نصف بالمئة ليصل الى مستوى 15540 نقطة وصعد المؤشران اي جي اك سيفنتي للأسهم الصغيرة والمتوسطة واي جي اكس وان هندري للأوصع طاقا بنسب تراوحت حول 2 من 10 بالمئة اكد وزير المالية محمد معيد حرص الوزارة على استقرار السياسات الضريبية رغم قصوة التحديات الاقتصادية العالمية جاء ذلك خلال رسالة الوزير لمجتمع الاعمال خلال مشاركته بمؤتمر جمعية الضرائب واضف معيد انه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد مؤتمر مع رموز مجتمع الاعمال لاعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة كما اكد الالتزام بالمصار الضريبي المحفز للاستثمارات المحلية والاجنبية وذلك لتحريك عجلة الاقتصاد على نحو المستدام بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة تنعكس في ارساء ادعائم التنمية الشاملة والمستدامة اعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس ارتفع العجز التجاري في البلاد الى مستوى قياسي عند 25 مليار و210 ملايين دينار في عام 2022 وذلك بالمقارنة مع 16 مليار و216 مليون دينار في عام 2021 ارتفعت الاسهم الاوروبية مدعومة بتفاؤل المستثمرين باعدة فتح الاقتصاد في الصين والامال بابطاء وطيرة رفع اسعار الفائدة الامريكية وارتفع المؤشر ستوكس 600 للاسهم الاوروبية بنحو 1 من 10% وارتفعت اسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لاسعار الفائدة بمقدار 8 من 10% وصعدت اسهم الطاقة 1% واسهم شركات التعديين 1.7 من 10% وقللت الاسهم الاوروبية حجم خسائرها وسط اقبال المستثمرين على المخاطرة بسبب التوقعات من خفاض معدلة التضخم في الولايات المتحدة هذا الاسبوع وامتناع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي جيرون باول عن التحدث عن سياسة اسعار الفائدة ارتفعت اسعار النفط العالمية على نحو طفيف مع ارتفاع المخزونات الامريكية وذلك وسط زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الامريكية والضبابية الاقتصادية عالميا واعادة فتح الصين لاقتصادها وارتفعت العقود الاجلة للخام العالمي مزيق برينت بنحو 7% لتصل الى 80 دولار و63 سنة للبرميل وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي بنحو 6% لتصل الى 75 دولار و53 سنة للبرميل صعد ذهب إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر مدعوما بتراجع الدولار لكنه لا يزال يتحرك في نطاق ضيق نسبيا مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم التي قد تؤثر على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لأسعار الفائدة وارتفعت أسعار ذهب في المعاملات الفورية بنحو ثلاثة من عشر بالمئة وهو الأعلى منذ شهر مايو من عام 2022 كما زادت العقود الأمريكية الآجلة لذهب بنحو ستة من عشر بالمئة لتصل إلى ألف وثمانمائة وسبعة وثمانين دولارا وستين سنة للأوقية ختمة ثانية وهذا تبكيب بأهم ما جاء بها من عنوين الرئيس السيسي وجه بتعزيز جهود تطوير قطاع طيران المدني في طار حسن إدارة موارد وإمكانات الدولة الجيش الأوكراني ينفي سيطرة روسيا على بلد سلودار شرقا والجيش الروسي أتدو أن المعركة مستمرة شكرا لحضراتكم في المدينة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة